مساء الخير مساء الخير على الجميع عينما كنتم كثير منا وأنا واحد منكم نشكي من ألام الظهر ومشاكل أسفل الظهر اللي هي الألام اللي بتكون دائما يعني عاملة مشكلة كبيرة لعدد كبير جدا من الناس ومأنه بالمنظر الرهيب والمكان الرائع والأكثر من الرائع اللي انتوا شايفينه فحبيت أن أحكي لكم اليوم عن هذا الموضوع وإن ناقش هذا الموضوع ومشاكل ألام الظهر وليش بتصير هذه المشاكل كيف نحلها وهي شو هي طرق العلاج ويأي التشخيص وقابل من نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة إذا أنت مش مشترك من أكثر الأسباب الرئيسية لمشاكل أسفل الظهر هي زيادة الوزن مثلي أنا يعني فحتى نتخلص من مشاكل أسفل الظهر رقم ما هل لازم نضعف ننحف ننزل الوزن للوزن الطبيعي هذه أكثر مشكلة وأكثر مشكلة تعتبر شائعة المشكلة رقم اثنين وبرضو شائعة مش بنسبة أقل هي الجلسة غير الصحيحة قلة ممارسة الرياضة وهكذا وخاصة الناس اللي طبيعة عملها أو طبيعة شغلها جلوس جلوس مقعد طول اليوم هذه الناس ضروري جدا تنتبه لأنه فعلا مع الوقت رح سير وجع ظهر وكيف نحل هذا الطريق أكيد بالجلسة الصحيحة كل ساعة وكل ساعتين الواحد يتحرك لو على أقل دقيقة أو ثلاثين ثانية وهذه أفضل التمرين أو الأشياء اللي ممكن نعملها حتى نتخلص من مشكلة اللي هو الجلوس والمقعد الطويل المشكلة الثالثة هي الأمراض الألتهابات الغضريف كما يقال ومشاكل الظهر هذه أنت ما بتقدر تحلها لازم تروح على طبيب عظام أو على طبيب عمود فقري يعمل لك تشخيص سواء تصوير مغناطيسي اكس ري أو صور الشعة لمعرفة ما هو سبب هذا الألم ومن الأسباب أيضا اللي هي رفع الأفقال الناس اللي بتحب تلعب أو بتشتغل بشغل ثقيل ممكن رفع الأفقال يؤدي إلى هذه المشاكل فلازم الواحد ينتبه لهذه الأمور حتى ما يصيراش فيه طيب في حالة أنه هاي الأمور كلها أنت عندك مش موجودة أو موجودة شو نعمل شو الخطوة التالية الخطة التالية كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها فأنت بتعرف نفسك بتشخص نفسك بنفسك ولازم تعرف شوي المشكلة هل هو وزن زاد هل هو جل صغير صحيحة هل هو رفع أفقال فإذا واحد من هاي الأسباب فأنت لازم تعمل عكسها حتى يروح سبب الألم بس إذا أنت قلت لي عملت كل هاي الشغلات وهي الأشياء مش موجودة عندي والألم ما زال موجود ممكن تأخذ مسكنات مسكنات موضعية على صورة جل يومين أو مرتين باليوم لعدة أيام في حالة أن المشاكل أو المشكلة لما انحلت ضروري جدا جدا نزور المريض نزور المريض نزور الطبيب حتى نكشف ونشوف شو هي هذه المشكلة طبعا هذه أهم الأسباب ولكن في أسباب أخرى حينا بكون ضعف العضلات الظهر بقلة ممارسة الرياضة ففيه تمارين موجودة في الإنترنت أنت بمكانك أنك تشوفها على اليوتيوب تكتب مثلا تمارين لشد أعضلات أسفل الظهر وهكذا اليوتيوب ملان فول ممكن تعمل هاي التمارين خلال فترة راح تشوف تحصن هذه هي مشاكل أسفل الظهر بدون تعقيد بدون مصطلحات طبية صعبة اللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يكتب ليها في التعليقات أو يتابعين على الإنستغرام الظهر عندكم على الشاشة والسلام عليكم ورحمة الله والحشرات أكلوني بالغابة باي باي